أحب بحضراتكم مرة تانية يا كابتن خالد جدالة نجم نجوم النادي الأهلي وأحد أبرز أساطير النادي الأهلي وأحد أبرز لعبي الجيل الزهبي طبعا جمهور الأهلي ما بينسهوش أبدا لحد الوقت يتفرج على أهداف ويتمتع بيها وطبعا أنا شخصيا بتشرف أني قاعدة أدام النهاردة بنوارني يا كابتن مرسي وأنا سعيدة وأن أنا موجود معك وعايز طبعا نشكر الإعداد على التقرير الجميل ده أنا شايف حدثك متأثر وانت بتتفرج عليه أولا المزيكة حلوة جدا الكلام حلو جدا ومجموعة الأهداف اللي جابوها حلو قوي أشكرهم جدا وأشكر قناة الأهلي والمسؤولين عليها والإعداد اللي بصراحة عاملين تقرير محترم وسعيد أن أنا موجود معك إحنا اللي بنشكر حضرتك لك معنا النهاردة وخليني كده أبدأ معك من التقرير ده وأنه رجعنا لذكريات كتير وراء تاريخ حضرتك الكبير مع النادي الأهلي وعايز أسألك على أهم القيم والمبادئ اللي تعلمتها في الوقت ده وقت ما كنت مع الجيل الزهبي في النادي الأهلي النادي الأهلي منذ إنشاؤه منذ يعني من بداية التاريخ هو فعلا النادي القيم والمبادئ والأخلاق على مدار كل الأجيال المحترمة اللي لعبت ومثلت ولبست فانيلة النادي الأهلي كلنا اتعلمنا يعني إيه مبادئ يعني إيه أخلاق يعني إيه التزام يعني إيه تركيز يعني إيه ولاء وانتماء ويعني إيه حب الفانيلة الحبرة وحب طبعا جمالي النادي الأهلي ده على مدار كل العصور يعني مش الجيل بتاعي بس ولا الجيل اللي قبله لا من أول ما النادي الأهلي أنشئ هو أنشئ على هذه المبادئ وهذه القيم وهذا الولاء والانتماء والحمد لله باقي الغاية دلوقتي لأن كل مجالس الإدارات المحترمة على مدار التاريخ بتيجي بتمشي على نفس الخط زي بتحافظ على المبادئ وبترصق القيم بالذات مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب طبعا لأنه هو يعني رئيس نادي طبعا من أحسن لو كلمنا عليك لائب من أحسن اللعيبة اللي جابتها مصر ومن أحد أساطير القرى المصرية وفي نفس الوقت برضو هيكون بإذن الله في المستقبل ومن دلوقتي من أحسن رؤساء الأندية أنا فتفت مع حضرتك جدا طبعا خليني أروح مع حضرتك لأنه رفضت كثير من العروض المغرية علشان تفضل لابس تي شيرت النادي الأهلي وتعتزل في النادي الأهلي لما بتجي تبصت دلوقتي على أنه دي مش عقلات بعض اللعيبة في الجيل الحالي وأنه بعض بيفضل أنه يروح نادي تاني لسبب أو لآخر أول الاحتراف بتبقى شايف أنه بتستنكر ده من جواك وبتحس أنه فين التي شيرت الحمرة فين الروح الفنية الحمرة وأنه زي حد ممكن يسيب النادي الأهلي ولا بتبقى يعني متفاهم أنه خلاص عادي ده عصر الاحتراف ومش زي زمان يعني لا هو طبعا فيه اختلاف عن وقتنا عن دلوقتي إحنا أيامنا ما كانش في احتراف كان واحد مرتبط أنه هو موجود في النادي بس في الوقت ده إحنا ما كناش مبص لفلوس خالص يعني سواء أنا والجيل بتاعي كله والجيل اللي أكبر مني أو جيل اللي من بعدية ما كانش في احتراف ولكن عمرنا ما كنا بنفكر في الفلوس هناخد كاملاء إحنا كنا بنفكر إزاي نلعب إزاي نلعب نقدي بشكل كويس إزاي نبسط ونفرح جمهير النادي الأهلي إزاي ناخد لنادينا الحبيب المزيد من البطولات هو ده كان التركيز يمكن العصر اتغير شوية بدخول الاحتراف وبقية المادة هي المسيطرة اللعيبة أنا ببقى مشفق عليها لأنه هو على حسب المنتاليتي بتاع كل واحد على حسب فكره وعلى حسب تفكيره وعلى حسب تربيته هل أنه هو بيحط نمرة واحد بيته انتماؤه لبيته وللنادي اللي هو موجود فيه ده بيبقى ليه سعر ولا الفلوس هي لليه سعر هي بتختلف من واحد للتاني ولكن المفروض أن الانتماء بيبقى للنادي لأن النادي الأهلي ده حاجة حاجة كبيرة قوي وحاجة بتتحب قوي ماينفعش الواحد يسيبها يعني ماينفعش الواحد يتنازل عنها فنيلة النادي الأهلي ماينفعش الواحد يتنازل عنها بأي مادة أو أي فلوس جماهير النادي الأهلي اللي هي الروح اللي بتمد على مدار مش موجودة في أي نادي تانية بتمد كل ببليئة الفضل الأول في البطولات اللي بنجيبها الواحد ما تنازلش عنها بس هي بتفرق من لعيب للعيب على حسب إمكانياته الفكرية وإمكانياته الزهنية بيفكر الزهي اللي بيهمه وبيبقى يعني في الوقت دوا ما نقدرش يعني ما وقدرش ألوم على أي حد بس هو بيتصرف على قد يعني على قد دماغه ولكن المفروض النادي الأهلي ما حدش يقدر يتنازل عنه ولا يسيبه ولا يتنازل عن فلت ولا عن جماهيره